كثيرة هي الأماكن المستقطبة للعائلات الباحثة عن أفضل استغلال للعطلة الشتوية المركز الثقافي مصطفى كاتب واحد من تلك الأماكن الأستاذة مونيا واحدة من الأمهات اللواتي فضلنا استحاب أبنائهن لمعرض الصناعات التقليدية الذي يعد نافذة على التراث الضارب في عمق التاريخ حسب الزائرين إن شاء الله هذا الشيء يزيد أطر إيجابياً على الجانب السياحي أن نشوفه بزاف أجانب راميجو ويشوفوا الخدمات الحرفيين ديالنا إن شاء الله يكون المعارض ما يكون شهر ولا ألا طول العام باش يرسخوا فينا فكرة اللي يجان ليرام طالعين يعرفوا العادات التقالية اللي يتميز بها طروات اللي يتميزوا بها الجزائر ولأن الزمن متوقف لدى هذا الحرفي عند حقب زمانية الخالت كان محل إعجاب الصغير والكبير بمجسمات وأشكال صنعت بأنهمل ميزتها الثبات والإبداع أنني 35 سنة في الحرفة ونرأني من القصب وفي نفس الوقت رأني مرشد سياحي وهذا صنع على كل حد تعلمناها على الكبار على الإليزان سياحة أرتيستيما يقولوا إحنا هو ستيل موريسك لو ستيل موريسك كما راكن تشوفوا المونة منامات على قصبة ونخدم كما يقولوا إحنا البواخر صغار كما راكن تشوفوا هنا نخدم يعني المونة منامات قاعدة بالخاشب على كلها بألبسة منسوجة شاركت هذه الحرفية التي أكدت على أن الأسعار مدروسة من قبل العارضين لتكون في متناول الجميع أسعار ما شاء الله وزيد في هذا الموسم العام الجديد ويناير درنا دي بخوموسيون الله يبارك ما شاء الله أنه الشيطة يعني جينا بجبنا كوليكسيون جديدة فيها عدة أشكال من الألبسة تتماشى مع التندانس تتماشى مع المودة حرفت علي الدين عمرها ما ترح وهذه أنا خدمتي من اللي كنت صغيرة وننخدم في الخدمة هذه نخدم خدموا نخدموا وبعد فطنت مرحب اللي كذلك هذه خدمة ما نقدرش نصبر عليها فعالية هذا المعرض توصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري فبين إقبال المواطنين واجتهاد الحرافيين أنامل تستدعي المرافقة والتشجيع والترويج للحفاظ على الموروث الثقافي